نبدأ في الأول أن الأهلي بدأ بمسم بشكل كويس لأن الأمور كانت في صلح في صلح الجهاز الفني كان يمتلك لعيبة كلها سليمة لا يوجد غيابات كوات ضربة للناد الأهلي الأسين باللاحطاتين فطبيعاً الأهلي يمتلك القوة لا يوجد أي أمور تعطله في أن يكسب فقده بشكل كويس وده كان بيين في أول الموسم في نهاية الموسم في إصابات عدد رهيب لما في لعيب أو اتنين يغيب عن أي فريق فريق يتأثر لكن الأهلي عنده غيابات كترة جداً أثرت على المستوى والشكل اللي احنا شايفينه والكلام اللي حضرتك بدأت بيه زي ما بيقول خلاص إحنا مش عايزين حاجة من الموسم ده لأنه خلاص أنت يعني الدول راح يعني خلاص بطولة وراحت نستعيد بقى لسنة اللي بعدها ترجع الغيابات بالصفقات الجديدة أعتقد الأهلي هيرجع في طبعته المعتادة يعني لكن ده أعتقد بستين سبعين تمامين في المئة الغيابات اللي أثرت على نادي الأهلي الإصابات الأهلي ما ظهرش بالشكل اللي هو المطلوب في الفترة الأخيرة ده اللي كل الناس زعلنا نادي الأهلي بالأداء ده أو بالنتائج دي فدي طبيعة راجعة للإصابات يعني هل شايف أنه في مكاسب معينة ممكن نطلع بيها من الفترة دي؟ يعني كنت لست بقول لحضرتك أنه إحنا الموسم ده يمكن لأول مرة تعقب على إدارة الأهلي فنيا ثلاث أجهزة مستر موسماني طبعا كان بدأ معنا الموسم بعد موسمين ولا أروع على مستوى النتائج ثم كان قراره بعدم قدرته على استكمال مشوار فكان كابتن سامي عمصان تولى المسئولية بشكل مؤقت لغاية لما تم التعاقد مع مستر ريكاردو سوارش تعقب الأجهزة الفنية ده ممكن يكون ليه دور أو ليه تأثير من وجهة نظرك؟ وهل من حقنا النهاردة نقيم حد زي ريكاردو سوارش؟ ولا الرجل يعني خلينا نقول ما خدش الفرصة الكاملة؟ طيب موسماني بالأرقام كان ناجح قدر يحق بطولات نادي الأهلي الأهلي يستفد منه بشكل كويس جداً الأهلي برضو عمل له اسم هنا في مصر الرجل أدى للأهلي وخلاص يعني ما وفقش أنه يكمل الأدارة ما كانتش حابة أو الأدارة ما كانتش حابة يعني المؤمن أن قصته انتهت وهو خرج بأنه عمل اسمه وحق بطولات نادي الأهلي فترة اللي بعدها كابتن سامي قمت معاك وقلت لك نفسي كابتن سامي يكمل لأنه هو فترة تجديد فترة أنها فترة صعبة عارف اللعيبة ومش يقدر يجيب لعيبة في الفترة دي فيقدر بحكم أنه هو مصر يقدر يتعامل مع اللعيبة اللي كانت مش موجودة مع موسماني بتلعب بشكل أساسي فيقدر يلمل مجموعة كلها ونتضي له حقه أو نضي له فرصته في الفترة دي بالذات وبعد السنة اللي بعدها نقدر نجيب مدير فترة ده كان كلام معك في الحلقة اللي فترة خد بالك بس فكرة في نقطة ناس كتير جدا مش مش حطاها دايما في الاعتبار ودي قصة خاصة بالتعقدات سواء على مستوى اللعبين أو على مستوى الاندي احنا امتداد المواسم ده خلى فيه تباين بين مواعيد بداية ونهاية المواسم في مصر ومرة مصر فبالتالي عشان انت عشان تتعقد يعني لو الاهل استنى لنهاية الموسم انا كنت بتكلم على ترحلة يعني انت بتسألني على الفترة بتكلم على بداية تولي المسؤولات يعني انت مع انه كان يبقى فيه تعاقد بس يبقى بالظبط اه بالظبط في الحالة دي ممكن ممكن اقول له حدائيك مادام تعاقدت مادام الرجل هيتولي مسؤولات ايه اللي يمنع ان انا ما 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 حطوس في البحر وقول له عهم ليه ليه اخليه يبقى في موقف المتفرج في حيه ان انا عندي فرصة انه ابتدي يحضر من بدري للموسم اللي جاي تمام انا معاك لكن المدارب الحالي برضو عشان نقدر نقيمه يعني مش عارفين نقيمه ليه لانه تحطف برضو في حتة انه عنده غيبات كبيرة جدا يعني بتعطي اي فرية يعني قلت لك بغير لعيب او اثنين بتقصر عليك مبالك قوام النادي الاهلي كله مصاب نص الفرقة نص الفرقة وده يعني خلينا مش عارفين نقيم المدارب الجديد اذا المدارب الجديد ده اللي هو موجود معنا الفترة دي هيكمل السنة الجاية بالصفقات الجديدة اللي هتيجي ولا احنا باين بشكل انه هو يعني الاداء مش عاجبنا فالجمهور بيطالب هل بيطالب بمدارب جديد او المدارب الحالي ده يفضل موجود لحد السنة الجاية ونجيب له لعيبة او نحط صفقات جديدة مع اللعيبة للقوام الاساسي فنقدر نقيم المدير الفن فانا بكلمك على الفترة دي يعني حصل الناس متشتيتة شوي فده برضو يعني مش عايزين نقيم الراجل عشان انا دايما بقول ان الراجل طول ما ممعوش المقومات بتاعته مقدرش اقيمه يعني لما سألت قبل كده كان في حد بيكلمني طب نتكلم عن المدارب ازاي او نحكم نحكم عليه ازاي قلت لما يكون معاه قوام الاساسي ومعه اللعبة كلها نقدر نشوف المدارب المدير الفني ده نقيمه بالشكل المطلوب فانا اعتقد انه لازم يأخذ فرصة لبداية المسلمين فيه حاجات كو انت فيه رأي او حكم على سوارش يعني لو انتك سوارش دفاعيا اخباره ايه سوارش هجوميا اخباره ايه تيكتيكان في الملعب اداء الاهلي ايه يعني فيه حاجات كده انتبعات ليس اقول وجهة نظر او حكم نهائي لكن انتباعاتك مش عارف يعني انا مدرتش اكون انتباع بصراحة لانه هو مش مالك اللعيبة القوام بتعنادي الاهلي عشان اقدر اقول لك انه هو شغله باين او مش باين يعني احنا شايفين الرغيبات مع اللعيبة يعني اللعيبة فكرت بشكل كويس جدا انها طلع لعيبة ناشئين موجودين في الفرق اول وديه حاجة كويسة جدا بقى لها كتير مش موجودة وديه حاجة ايجابية نازل نشكر ادارة عليها انها طلعت بعض اللعيبة الناشئين لان فعلا لعيبة الناشئين تستحق ان فعلا تبقى موجودة في النادي الاهلي مين عاجبك منهم؟ زياد لعب كويسة مهاجم احمد سيد غريب صح لا بداية مباشرة يعني ياخد فرصة بس ولأ من بدايته حاس انه هو مهاجم عند سكة بنفسه فانا شايف ان فيه لعبات تانية لو خدت فرصة اعتقد ان هي تبقى من قوام النادي الاهلي مع الناس الاسية وعشان ما نضحش بهم اوراق طراعن عليها الموسم الجاي ولا شايف انها محتاجة تاخد خبرة وتطلع مثلا على سبيل الاعارات موسم او اثنين حيث انه يبقى ورقة تستفيد منها النادي الاهلي في المستقبل الاسماء اللي انت بتكلم عليه والله يا كابتن احنا نجم نحتم دلوقتي ما نقولش لعيب صغير لعيب صغير دلوقتي لا هو لعيب ممكن يبقى من صغير سنا بس كخبرة المرضو على لعيبة مشاركتها في الدوري اربع خمس ماتشاط لعيبة ملعبتش يعني انا عارف انا رأي هو بيبان الخامة من عنوانها في لعيبة بتبقى من اول مباراة مثلا بتشوف الخامة دي فعلا ان هي دلوقتي عندها سكة تقدر تستحمل الضغوط انا شايف ان بعض اللعيبة صعدت مع النادي الاهلي عندها السكة ان هي بتقول لا انا هو انا موجود واستحق ان انا بقى موجود وما فيش اي مشكلة خالص لكن اللعب يكون محل فرق لأسية عشان برضو ما يتوهوش ما يحسوش ان في مسئولية هم لسا صعدين اللعيبة للأسية اللي موجودة لما ترجع الاشاء والسلامة يعني ايامة حصلت في الاهلي ياما فيه لعيبة في الاهلي تلعت وفي سن اصغر من الشباب اللي طالع ده ومن دي وان وسط اسماء كبيرة جدا كانوا من اهم وابرز اسماء في الفريق ما انا بتكلم هو ده انا وجه نظري يعني في الاهلي مصل برضو ان الاهلي برضو بيتحكم بقيمة وبيضطر ان هو يطلع لعيبة اعراض عشان يقدر يستفاد بهم بعد كده يعني لكن انا شايف ان اللعيبة اللي طلع لا الناد الاهلي يعتمد عليها وده رأيه ينجاز الفني طبعا لكن انا شايف اللعيبة اللي كلها اللي موجودة في الناد الاهلي مع قاوم الاساس لا يبقى فيه انسجام ويقد بشكل كويس يعني